أبو الريحان البيروني في أي كتاب تقرأين يا عزيزتي؟ أقرأ في كتاب شخصيات لها تاريخ هذا كتاب رائع لقد قرأته إنه يترجم فيه لخمسة وأربعين علما من أعلام الإسلام لماذا اقتصر على هؤلاء فقط؟ مع أن تاريخنا الإسلامي حافل بالمبدعين من جميع التخصصات سواء أكانوا مفسرين أم محدثين أم أصوليين أم فقهاء أم حكماء فضلا عن النابغين من الأدباء والشعراء والنحاة والبلاغيين والمؤرخين والرياضياتيين والفيزيائيين والفلكيين وغيرهم لقد ركز فيه على الأعلام تجديدا واجتهادا في مختلف ميادين الفكر منذ عصر التابعين من القرن الأول الهجري وحتى العصر الذي نعيش فيه ما الشخصيات التي تعجبك في هذا الكتاب؟ في الحقيقة يعجبني عدد كبير من شخصيات هذا الكتاب ولا سيما أبو الريحان البيروني والعز بن عبد السلام أبو الريحان البيروني إنه من علماء القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي وهو من أصول فارسية نعم نعم لقد ولد في بيرون عام 362 هجرية الموافق عام 973 ميلادية وبيرون هذه من أعمال خوارزم بأوز باكستان حاليا ومكث بها نحوا من عشرين عاما دارسا ومتعلما لعلوم العربية وآدابها وللفقه والعلم والفلسفة ثم طوف في بلاد فارس والعراق والشام للإستزادة من العلم لقد قرأت هنا أنه كان من أكثر الناس نبوغا في الفلسفة واشتغل بالتوفيق بين الفلسفة والدين إنه لم ينبغ في الفلسفة فحسب بل كان رحالة وفيلسوفا وفلكيا وجغرافيا وجيولوجيا ورياضياتيا وصيدليا ومؤرخا ومترجما لثقافات الهند أيضا لقد وصف بأنه من بين أعظم العقول التي عرفتها الثقافة العربية الإسلامية وهو أول من قال إن الأرض تدور حول محورها وله في الفلك والرياضة وحدهما أربعون كتابة أتدري ما الذي أعجبني في شخصية هذا الرجل؟ ماذا؟ أنه مع أصوله العرقية الفارسية وحذقه للغة الفارسية كتب كل مؤلفاته بالعربية بل إنه من شدة حبه للعربية واعتزازه بها كان يقول لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أندح بغيرها رحمه الله رحمة واسعة لقد ترجمت مؤلفاته إلى كثير من لغات الحضارة الغربية وكانت مؤلفاته من أكثر الأعمال أثرا في النهضة الغربية والعلم الحديث وماذا عن العز بن عبد السلام؟ دعينا نعقد له جلسة خاصة بعد أن تعد لي كوبا شايا فإن الحديث عن سلطان العلماء يحتاج إلى وقت طويل إلى الشاي إذن يا فيلسوف ولا تنسي التمر فقد سمعت أن أمك اشترت كيسا تمرا اليوم